أسأله ما حكم منادات الكافر بي يا أخي أخواننا اليهود إخواننا النصارى الجواب إذا كان بينك وبينهم أخوة نسب فلا بأس إذ قال لهم أخوهم نوش أخوهم لوط أخوهم شعيد هذه أخوة نسب وأما إذا كان المقصود أخوة الدين والعقيدة فلا أخوة بين مسلم وكافر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون إلى آخره وقال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة